مرحبا عن تجربة الحلقة الأولى فت المدرسة وما كملت لعبت كرة قدم وما كملت اتوظفت اشتغلت سنوات عند الناس بعدين اتدينت وعملت مشروع خاص صغير لكن ما قدرت أعمل مشروع خاص كبير ليش؟ لأن المشاريع الكبيرة بتكون كبيرة برأس مالها وكبيرة بفكرتها وكبيرة بمصاريفها وضرائبها وفواتيرها وكبيرة بخسارتها ويمكن تكون كبيرة بربحها لكن كم شغلة كبيرة فيه بالمشاريع الكبيرة كتير منا مو قادر يتحملها لنوصل لآخر شغلة كبيرة ذكرناها وأغلبنا بده إياها اللي هي الربح بشكل عام أو الربح الكبير النيتورك ماركتينج كبير بفكرته صغير برأس ماله معناها هو الحل أول مرة ربحنا وبعنا واشترينا عن طريق الانترنت عام 2008 منهم قال انتوا نصابين ومنهم قال انتوا منصوبة عليكم وبهاي المناسبة بدي أحكي لكم عن كتاب اسمه من حركة قطعة الجبن بيقول لكتاب إنه الجبنة هي الرزقة والرزقة كل فترة بتكتر بمكان وبتقل بمكان وبتتنقل من مكان لمكان رح أحكي لكم أمثلة لتوصلكم الفكرة أكتر بيوم من الأيام نزل شيء اسمه سطلايت فكانت جبنة كبيرة يعني رزقة كبيرة في ناس فتحت محلات بهذا المجال استهزقوا الناس فيهم صاروا يحكوا عليهم إنه هدون شو بيفهمهم بهي الشغلة وفي مثل بيقول اللي بيغير كارو بيقل مقدارو بعدين هدون الناس ربحوا وأخدوا الجبنة الكبيرة من أولها شافوهم الباقي عضوا على أصابعهم وعملوا هجمة مرتدة على هاي الجبنة واشتغل كتير ناس فيها وساوها فتات وانتهت صلاحيتها أجت بعدها جبنة كبيرة جديدة اللي هي الموبايلات وتكررت نفس العملية بالضبط وحتضل الجبنة تدور وتضل العملية تتكرر وهون لازم أحكي لكم عن الفقير إنه الفقر عقلية والغنى عقلية في فرق كبير بين الفقير والمفلس الإفلاس طبيعي أكبر رجال وسيدات الأعمال ممكن يفلسوا الإفلاس مرحلة الفقر عقلية لما تجيب شي جديد لشخص عقلية فقير رح يقلك بالعامية بس هي مو مصلحتي بين قوسين بيقصد مو مهنتي فهمان الموضوع غلط أما الغني فهمانها صح بيقول وين مصلحتي أي شي في مصلحتي فهو مصلحتي بين قوسين مهنتي مشان هيك الفقير بيعيشه بيموت بمهنة وحده وبيبقى يشتغلها بإيده والغني بتلاقيه عم يتعلم ويعلم ويستسمر بفكرته ومشروعه ويكبره بتوظيف طاقات الناس وبيوصل لمرحلة ممكن يربح حتى وهو نايم أو عم يعمل سياحة طيب سؤال السؤال المهم جدا هلأ الجبنة وين وين هي الجبنة بالوقت الحالي استنونا بالحلقة التانية عن تجربة ترجمة نانسي قنقر